الدكتور قال لي أن هو يفتح دماغي كلها ويقلب فرجة الراس وينشيل الخارطوس فخفت طبعاً واترعبته وعملت عملية يعني كي هتنفجر الضغط الليين هيعلى فحقيقيه وعني كي عبارة عن تغيوفات فحقيقيه أنا نهار أقول لي كمو أنا لو تقدمتليك هتوفي احترمي نفسك الله واللهي أنا كنت مختفية عشان أنا كنت بموت دعواتك معي بجد بتدعمي أنا قوي فعلاً ما أديهدك هترى بجد أنا خلاص مش هقدر أشوف من تاني بعد العوض والسند وصديق العمر البلوجر سارة لخطيبها التاني كل شيء اسمه ونصيب إيه السبب؟ ده اللي هنعرفه مع بعض زهرت البلوجر سارة محمد بعد غياب عشان تطمن متابعينها عليها وده من خلال ستوري بالإنستجرام وصارة قالت لهم هعمل لكم أسكل اللي عاوز يسأل أنا هجاوب عليه ولما تسألت سارة عن سبب الغياب ده قالت أنا كنت تعبانة قوي ومن دكتور لدكتور ادعولي لأن الأمر كده مش تمام وقالت كمان أنا لي عملية علشان أشيل الخارطوش بس الدكتور قال لي أنه لازم يفتح دماغي كلها ويقلب فروة الرأس عشان يشيل الخارطوش فخفت طبعا وكنت مرعوبة قوي وطبعا رفضت أن أعمل العملية فالخرطوش بيتعبني قوي الفترة دي وبيعملي كهربة في المخ وبالنسبة لعيني دعوتكم أنا نفسي أشوف من تاني بس الدكتور قال لي أنه لازم يفتح دماغي كلها ويقلب فروة الرأس وينشيل الخارطوش وخفت طبعا وترعبت ومردلتش عملها بس بقت بتعب كتير ويحصل لي كهربة زيادة وكده وبالنسبة لعيني دعوتكم أنا بتمنى يكون ليه عملية يريت وفي رسالة صادمة من أحد المتابعين قالت لها أنت إزاي عايشة وبتتعايشي وانت مش شايفة وهتتجوز إزاي يا بنتي مفيش راجل هيستحمل كل ده ردت عليها سارة وقالت لها أن الإنسان يكون كفيف ده مش معناه أنه عنده أعاقة إحنا نقدر نعمل كل حاجة والأعمال حقيقي هو أعمال قلب والبصيرة وبعد اللي حصل لي ده قدرت عرف معادي الناس كويس جدا ومين اللي بيحبني ومين اللي كان بيشتغلني أما بقى عن حذف صورها مع خطبها الثاني اللي هو العوض وصديق العمر والطفولة قالت سارة كل شيء اسمه نصيب وما وضحتش سارة سبب الانفصال نهائي واكتفت بجملة كل شيء نصيب وكملت كلامها بكل حزن وقالت بالنسبة لعيني فبيقوله مفيش أمل خالص وده لما رحت كشفت اتعرضت على لجنة سلاسية بسبب الحدثة لكن آخر كلام سمعته من أربع أيام بالزبط قالوا لي كده بالحرف الواحد انت عمرك ما هتشوفي تاني وعينيك معرضة للدمور زي التانية ولو عملت عملية عينيك هتنفجر وضغط العين هيعلى لأن عينيك عبارة عن تلايفات أنا سمعت الكلام ده وانهرت ولا باكل ولا حتى بشرب بس أنا يا ربي رضي الحمد لله أنا رضي بس عاوز أقولكم إن اللي قدام الكاميرا حاجة وورا الكاميرا حاجة تاني خالص أنا متضمرة نفسيا أنا فعلا بتمنى يكون لي عملية علشان أقدر أشوف تاني دعوتكم لي بسي أنا مدي أمل لنفسي ده كاترة مدي لني أمل لا بس آخر الحكلام والله سمعته حرفيا من أربع تيان بالضبط قالوا لي انت عمرك ما هتشوفي تاني وانت لو عينيك معرضة للدمور زي التانية ولو عملت عملية عينيك هتنفجر الضغط العين هيعلى حقيقة أنا انهارت أنا تقريبا سمعت الكلام ده وتعبت فعلا خليني أفكركم سريعا ان سارة محمد بلوجر مصرية اتعرضت لحادث مع خطبها الأول من شهور وده بسبب جماعة ملثمين لسرقة العربية وساعتها أطلقوا عليهم الخرطيش واستلامتها كلها سارة عشان تفادي خطبها ويحصل لها اللي حصل وده أكيد له حكمة كبيرة جدا من ربنا وخطبها طبعا سبها وكان ندل وقالي للأصل وتخطبت سارة تاني لشاب محترم جدا وقالت عنه ان صديق العمر وانه أول واحد تقدم لها لكن بعد أسابيع من الخطوبة أعلنت سارة فسخ خطبتها لكن كلنا عاوزين نقول لسارة ان اللي جاي من رب العالمين أفضل وأعظم وانك تصبري على البلاء هتشوف العوض اللي محدش شافه اصبري واحتسبي وان شاء الله ربنا هيكرمك من واسع فضله وكرمه